طرحت شركة ريلمي أحدث هواتفها لعام 2020 وهو هاتف ريلمي 6i والذي ينتمي إلى عائلة الهواتف الاقتصادية وعلى ما يبدو فإنه سيكون تمهيدا لطرح الهاتفين الجديدين ريلمي 6 وريلمي 6 برو فهل سيكون إضافة قيمة لهذه العائلة أم أن ريلمي بدأت في تكرار هواتفها هذا ما ستجدونه في التقرير التالي أهلا بكم أولا التصميم يأتي الريلمي 6i بتصميم مشابه للهاتف ريلمي C3 مع اختلافات طفيفة فنرى أن الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك على الجودة والذي يجعل الهاتف ذات تحمل أكبر للسقطات والخطات أبعاد الهاتف 16.4 سنتيمتر للطول و7.5 سنتيمتر للعرض وسمكه 9 مليمتر وإزن 199 جرام وهي تركيبة جيدة تضمن مسكة محكمة للهاتف وقدرة على التعامل معه بيد واحدة من الأمام نجد الشاشة بها نوتش من أعلى على هيئة ديو دروب أو قطرة الماء مع حواف سفلية كبيرة إلى حد الماء على يمين الهاتف زر الطاقة وعلى اليسار زر التحكم في الصوت ومنفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيبة شريحتي اتصال جنبا إلى جنب مع كارت ذاكرة خارجي في نفس الوقت من أسفل نجد منفذ الشحن من نوع USB Type-C ومنفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعات الأذن مع منفذ السماعات الخارجية ومايك عزل الضوضاء من الخلف نجد أربع كاميرات في إطار بارز قليلا عن جسم الهاتف مع فلاش ليد وحادي ونجد مستشعر البصمة في منتصف أعلى الهاتف طلاء ظهر الهاتف هو أحد النقاط التي من المؤكد أنها ستثير الجدل فهناك من يرى أن لون الشاي الأخضر هو لون غير اعتيادي وغريب هناك من يرون أنه يعطي هوية مميزة للهاتف في وسط عالم من الهواتف المتشابهة ولكن يتبقى أن نقول أن ريلمي استخدمت تقنية طلاء فريدة تقوم فيها بتلميع ظهر الهاتف مئات المرات لتصل إلى الدرجة من الانعكاس ويتوفر الهاتف بلونين الأبيض الكريمي والأخضر بلون الشاي ثانيا الشاشة شاشة السكس آي تأتي بمقاس 6.5 بوصة وتمثل 89.8% من إجمالية مساحة واجهة الهاتف من نوع IPS LCD بجودة HD Plus ودقة 720 في 1600 بيكسل بمعدل كثافة 269 بيكسل لكل إنش مدعومة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث أداء الشاشة جيد وتقدم وضوحا جيدا في ضوء الشمس المباشر ثالثا العتا يأتي هذا الهاتف بمعالج هو أحدث إصدارات شركة ميديا تيك من نوع Helio G80 ثماني نوا بتقنية 12 نانو مع معالج رسوميات Mali-G52-2EEMC2 وتقول عنه Realme إن هذين المعالجين يقدمان أداء أقوى بنسبة 10% من الإصدار السابق على مستوى معالجة البيانات والرسوميات ليكون بذلك أول هاتف يأتي بهذا المعالج الهاتف أيضا سيتوفر بنسختين الأولى بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت لذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت والثانية 128 جيجا بايت لذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت مع دعم تركيب ذاكرة خارجية تصل حتى 256 جيجا بايت مع وجهة التشغيل الجديدة من Realme Realme UI1 ونظام تشغيل Android 10 أداء الهاتف مع الألعاب الثقيلة مثل PUBG لا بأس به ربما ليس الأفضل بين المنافسين ولكنه يقدم تجربة أداء جيدة مقارنة بسعره رابعا الكاميرات منظومة التصوير مكونة من خمس كاميرات واحدة أمامية وأربعة في الخلف الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وهي الخاصة بالتصوير الواسع الأرشو وايد وفتحة عدسة 2.3 الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي الخاصة بالتصوير الماكرو مع فتحة عدسة 2.4 والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتري فتحة عدسة 2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش مع عدة أوضاع للتصوير مثل السوبر نايت اسكيب والبانوراميكي فيو والتايم لابس والالترا ماكرو مود والكروما بوست ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل الاتقاط 30 طرف الثانية والتصوير الاتش دي بدقة 720 بكسل بمعدل الاتقاط 30 طرف الثانية الكاميرا الامامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0 خامسا البطارية وطبعا لإشعال المنافسة مع الهواتف في نفس الفئة السعرية زودت ريلمي هاتفها ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وط وأيضا خاصية الشحن العكسي لاستخدام الموبايل كباوربانك بالإضافة إلى وجود عدة أوضاع لتوفير الطاقة أو تحسين أداء الهاتف أخيرا السعر يبلغ سعر الهاتف 2890 جنيها مصريا كانت هذه مراجعتنا لأحدث إصدارات ريلمي لعام 2020 فإن عجبتكم فلا تنسوا أن تدعمونا باللايك وأيضا فعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد منه دمتم في حفظ الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر